بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بار 12 اجزامبلز هنا بنتعرض لمسال تصميمي زي ما احنا شايفين ده اللي قوت بتاعه عندنا أربعة من المسافات الموجودة ديت كل مسافة عندنا اللي هي عبارة عن عشرة فيت وديت مجموعة الكولمز دي مجموعة الاسلابز كلها وان وي اسلابز ده هنا الطيب انتيريور جيردر يعني دي الكاميرات الرئيسية الداخلية ودي الساكندري بيمز عايزيني نشوف موضوع الكاتوف بوينت نطبقه على المسال دوت فور بوس لوكيشنز موجودة هنا اللي هي السي والدي هنا عندنا الجيردر عندك 16 انش الاف سي اللي هي مقاومة الضغط 5000 بي اس اي الاف واي ستين كي اس اي اللي هي ستين الف بي اس اي ده الكروس سيكشن ده التفاصيل بتاعته اللي موجودة عند البوينت سي متسلح تحت هنا عندك تلات اسياخ نمبر سيفن فوق برضو التسليح في الكمبريشن تلاتة نمبر سيفن الاتش التوتال هي عبارة عن عشرين انش والبي اتناشر انش ده الانترنال انفليكشن بوينت فور نيجاتيف مومنت ده توزيع المومنت عندك والنقط اللي هيحصل فيها انفليكشن نفس الكلام ده السيكشن التاني اللي هو الانترنال انفليكشن بوينت فور نيجاتيف مومنت طيب السيكشن اللي عند البوينت دي اللي هنشتغل عليه اللي هو عبارة عن الديمينشن بتاعته برضو الويتس اتناشر وان الاتش عشرين والسلاب سيكنس اربعة ونص متسلح بكم سيخ تلاتة نمبر سيفن المطلوب بروفايد زا ديستانس فور لوكيشن دي اد زا ميد اسبان توزا كاتوف بوينت ات 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 اند اف زبار يبقى احنا عايزين نعرف الاسياخ دي هتعمل فيها كاتوف فين بالزبط واذا كنت تعرف ان الفاي في الام ان اللي هي السترنس بتسوي مية تسعة واربعين وفي حالة السكشن التاني مية واربعة دي السترنس بتاعة السكشن دي دي هنا في حالة ان انا هستخدم الانترنال وولز وده تأثير الانترنال انفلكشن بوينتز في الحالة دي تقدر على طول تطبق كل القواعد اللي قلنا عليها وتشوف الكاميرات والمومنت اتحدد الانفلكشن بوينت اتحدد الاسياخ اللي انت تقدر تعمل لها كاتوف مع اتباع كل الروز اللي تكلمنا عليها في السكشن اللي فاتت بمعنى هتوقف السيخ عند اي نقطة هتزود السيخ بمسافة دي ايه هو التوتال بار بتاع البار الانترنال ترجمة نانسي قنقر